تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ديوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم هذا وقد تم تقديم الخدمات العلاجية والدوية إلى 2419 حاجا كما تم تحويل 23 حاجا إلى المستشفى السعودية تم خروج 19 حالة باقي 4 حالات وحالتهم مستقرة معصد امراري توفض وصول ديوف الرحمن على مكة المكرمة لأداء المناسك تستمر أعمال البيعصات الطبية المصرية ممثلة في فرق الطب الوقائي التي تجوب الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين لعقد الندوات التوعوية بالمساجد وأماكن تجمعاتهم للتعرف على الأمراض المعدية والعديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها على مدار الساعة خلال أدائهم الفريضة يجيهم ازاي مع الحرارة درجة الحرارة والسخونة ازاي يتوجهوا للعيادات ازاي لو ظهر عليهم اي عراض من عراض أمراضية يتوجهوا للعيادات على طول ازاي لو منزلوا الشارع ويرجعوا ايه الحاجات اللي ممكن يستعملوها الوقات الشخصية بتاعتهم نظافة الشخصية لو حصوا بأي نوع من أنواع التعب أو السخونية أو أي عرض بالنسبة لهم بيتوجهوا للعيادة الطبية على طول واحنا بنبقى موجودين مستعدين ليهم على طول بيستمرون ان شاء الله ان احنا اكتشفنا اي مرض تنفسي عن طريق العيادة بتاعتنا بيبتدي ان احنا نتعامل مع المريض اذا كان محتاج عزل ففيه متوفر غرف بيتعزل فيها المريض وبنتابع المخالطين اللي حواليهم المريض بنشوف اخبارهم كل يوم هما والمريض لغاية ما تحسنوا واذا احتاج المريض ان هو يتنقل المستشفى فبنوجهه الارب مستشفى سعودي كما حرست البعثة الطبية المصرية على عقد اجتماع بأعضائها لوضع لمسات الاخيرة للخطة التفويجي ودور البعثة مع الحجاج المصريين اثناء المناسك لتوفير الاجواء الروحانية لهم تبقى نتعامات السيد الرئيسي البعثة ان يتم تقسيمهم لاربع مجموعات اثناء ايام المشاعر بحس لا ما يحدث اي خلل في العمل في المخيمات يمكن نستعاد ان شاء الله يبقى فيه تواجد العيادات للاطباء فيه تنصيق دائما كمان ما بيننا وما بين غرف عمليات البعثات الاخرى زي السادة وزارة الداخلية والوزارة التضامن على مدار الساعة حتى ان شاء الله باذن الله يا شاعر فيه تنصيق ما بيننا دائما التحرك مع بعض باذن الله السادة الاطباء والسادة عضاء البعثة المكلفين بالعمل ايام مشاعر تقريبا اخذوا كل التعليمات ان شاء الله بمعاويد المغادرة من مكة المكرمة حتى التعاجل سالس اياما التشرك باذن الله ديوف الرحمن اثنوا على دور البعثات الطبيات المصرية في توفير الخدمات العلاجية والوقائية لهم على مدار الساعة دكتور قعد الجدنا للحاجات اللي ناخد بنا منها لان الجو هيبقى شمس وهتبقى زحام وهنعمل مجهود فلازم ايه نستعم بماء زنزم نحس على نفسنا واللي عندها كحة تبعد عن التانية واللي عندها الفلونزة تبعد برضو عن اي حد جنبيها وتقضى حقيطاتها جهود مضنية تبزل على البعثات الطبيات المصرية على مدار الساعة ليكون اشعار خدمة الحاجي الشرف لنا واقعا ملموسا من خلال الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدم للدوف الرحمن محمد حلمي التلفزيون المصري